بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طالبات وطالبات دبلوم المدارس السنوية الزراعية نظام الثلاث سنوات ونظام الخمس سنوات أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا المتميز في بيتنا مدرسة حلقة النهاردة هي حلقة خاصة حلقة مميزة للطلاب اللي حيلتحقوا بأداء الامتحان في الدور الثاني احنا بنحاول على قد ما نقدر في الحلقات دي ان احنا نرجع لكم اكبر جزء ممكن من اجزاء المنهج وبنركز على الاجزاء المهمة اللي متوقع ان يكون فيها موضع اسئلة في الامتحان ان شاء الله اعزائي الطالبات نركز مع بعض نحاول بقدر الامكان ندون الملحوظات المهمة اللي حنقول ركزوا على دي علشان الحلقات وقتها محدود فاحنا بنحاول نديكم اكبر استفادة ممكنة من الحلقة ان شاء الله تعالوا بينا عزائي الطالبات نبدأ حلقة اليوم وهي مراجعة عامة لاجزاء المنهج الدراسي في مادة امراض النبات اول حاجة هناخدها مع بعض مفهوم علم امراض النبات طبعا احنا عارفين انه هو العلم الذي يختص بدراسة النبات المريض في الحقر ومنتجاته النباتية اثناء النقل والتخزين والتسويق وبتشمل الدراسة طبيعة المسبب المرضي ودورة الحياة والاعراض المرضية والظروف الملامة لانتشار المرض وطرق الوقاية والعلاج للمسببات المرضية ده باختصار مفهوم علم امراض النبات تعالوا بينا ناخد ايه هو الاهمية الاقتصادية لعلم امراض النبات طبعا احنا عارفين انه علم امراض النبات علم ملوش فوائد كتير هو علم بيسبب مشاكل وبسبب اضرار للاقتصاد الزراعي فاحنا هندرس الاهمية الاقتصادية من حيث الخسار المباشرة والخسار الغير مباشرة اولا الخسار المباشرة تشمل اول حاجة تلف التاوي وموت البادرات اتنين موت جزء من النبات مثل التبقع تلاتة موت النبات كله مثل امراض الزبول اربعة تلف المحاصيل الزراعية في المخازن مثل امراض الاعفان والبكتيريا خمسة انخفاض القيمة التجارية للمحصول ستة عدم صلاحية بعض المحاصيل المصابة للاستهلاك الادمي تعالوا نستعرض عزاء الطلب والطلبات الخسار الغير مباشرة ولما اول خسار الغير مباشرة مقصود بيها التكاليف اللي بيتحملها المزارع نتيجة اصابته بالمسببات المرضية وتكاليف المقاومة والعلاج اول حاجة عندنا تكاليف مقاومة الامراض مثل علاج التقاوي وعملات الغش والتعفير للنباتات المصابة تكاليف التفتيش الحقلي على المزارع والحقول لحصر ومتابعة الامراض تلاتة تكاليف مقاومة الحشائش اربعة تكاليف الحجر الزراعي لمنع دخول او خروج النباتات المصابة او اجزاء منها الى داخل او خارج حدود جمهورية مصر العربية خمسة تكاليف الابحاث العلمية التي تجرى للوصول الى اجود الاصناف المقاومة للامراض والوصول الى افضل طرق المكافحة للمسببات المرضية دي الخسار المباشرة والخسار الغير مباشرة تركزوا عليها لانا ممكن تكون موضع سؤال في الامتحان طب ايه هو بقى المرض النباتي المرض النباتي هو كل تغير او تحول او انحراف عن الحالة الطبيعية التي ينمو عليها النبات ويؤدي ذلك الى نقص في المحصول وعدم قيام النبات بوظائف الحيوية على الوجه الاكمل وبيقل الانتاج من ناحية الكم ومن ناحية النوع والامراض النباتية بتنقسم لنوعين امراض جهازية يعني بتصيب النبات باكمله زي امراض الزبول والامراض الفيروسية وامراض موضعية يعني بتصيب جزء معين من النبات الورقة او الساق او الجزر زي امراض الاعفان والتبقعات طيب نستعرض مع بعض جزء تاني مهم اللي هو الاعراض المرضية ايه يعني اعراض مرضية هي تلك التعبيرات اللي بيظهرها النبات المريض ليعبر بها عن مرضه لانه هو لا يتكلم هو محتاج انه يقول لأي حد انا مصاب بمسبب مرض ها بقول كده عن طريق ايه عن طريق الاعراض اللي بتظهر على الاوراق او على السمار او على الساق او على الجزر ليعبر بها عن مرضه وهي ناتجة عن التفاعل بين النبات المريض والمسبب المرضي والاعراض دي ممكن الاحظها بالعين المجردة او لازم تتفحص تحت الميكروسكوب او ممكن ايسها من حيث قيام النبات بوظافه الحيوية اللي هو القياس الفيسيولوجي اهم الاعراض المرضية اللي بتسببها مسببات الامراض اول حاجة احنا عندنا اربع اعراض رئيسية اللي هي التغير في اللون موت الخلايا والانسجة الزبول والتغير في شكل وحجم الاعضاء النباتية اول حاجة التغير في اللون يعني النبات ياخد لون مخالف للون الطبيعي اللي هو بينمو عليه بتشمل ايه الاسفرار التبركش او الموزايك والتلطخ والجزر الخضراء والتخطيط والاحمرار وتدهور وتكسر اللون وشفافية وتحزم العروك الجزء التاني اللي هو موت الخلايا والانسجة من ضمن الاعراض المرضية بتشمل التلطخ تبقع الاوراق زي التبقع البني في الفول البصرات زي الاصداء اللفحة زي لفحة الارز اللي هي الموت المفاجئ والسريع لكل اجزاء النبات التسقيب موت الاطراف والتصمغ والتعفن وموت الاعضاء النباتية يعني موت الجزر او الساق او الاوراق الجزء التاني او التالت اللي هو الزبول الزبول طبعا عند نوعين اللي هو زبول مرضي وزبول غير مرضي هناخد الزبول الغير مرض اللي احنا بنقول عليه الزبول المؤقت وده بيبقى ناتج عن عامل بيئية زي ارتفاع درجة الحرارة او عطش النبات او زيادة معدل النتح النوع الثاني اللي هو الزبول المرضي اللي هو الزبول المستديم بما ينقسم لقسمين اللي هو الزبول البادرات يعني زبول النبات في مرحلة البادرة بيبقى ناتج عن اصابة فطرية زي فطر الفيوزاريوم او البسيوم او ريزو كوتونيا والنوع الثاني اللي هو الزبول النباتات الكبيرة وده بيبقى نتيجة وجود التفايليات داخل الانسجة الوعية مما يعوك النبات عن امتصاص الماء الحاجة الرابعة اللي عندنا من العراض المرضية اللي هو التغير في شكل وحجم الاعضاء النباتية بتشمل التقزم وصغر الحجم اتنين التضخم او الزيادة في الحجم زي التدرون التاجي في الحلويات والتورد زي تورد القمة في الموز والانسراكنوز زي انسراكنوز سمار الموز والجرب زي الجرب العادي والمسحوق في البطاطس والتشوه هناخد بقى النقطة مهمة ايضا اللي هي العلامات المرضية العلامات المرضية اعزاء الطلبة والطلبات بتبقى خاصة بالمسبب المرضي هي تركيب خاصة بالمسبب المرضي نفسه وهي قد تكون تركيب خضرية او تركيب سمارية وبتعتبر الدليل المباشر على وجود المسبب المرضي والعلامات المرضية المهمة اللي عندنا زي الغزل الفطري اللي احنا بنقول عليه المايسيليم اتنين الجسم الحجري وانا حابب انه انتو تعرفوا تعريفه اللي هو عبارة عن جسم صلب مكون من نسيج برانشيمي كاذب سميك الجدار عديد الاركان يكونه الفطر عند تعرضه لظروف بيئية غير ملامة وهي وسيلة من وسائل حفظ النوع وليس التكاثر وايضا بتعتبر وسيلة من وسائل انتشار المسبب المرضي تلاتة الوسائد الهايفية اربعة الكويمة الكندية خمسة الجزر او فطريات الحبال الريزومورفية ستة اعضاء الامتصاص هننتقل لنقطة تانية اعزاء الطلبة والطالبات اللي هي المسببات المرضية واحنا عندنا المسببات المرضية بتنقسم لقسمين مساببات حية ومسببات غير حية هناخد اول حاجة المسببات الحية اللي احنا بنقول عليها الامراض المعادية او الطفالية كله بنفس المسمى وهي اللي بيتسبب نتيجة اصابة النبات بكائن حي او كائن طفلي وبتشمل الفطريات انا عايزكم تعرفوا في الفطريات اهم حاجة انها كائنات بتخلو اجسامها من مادة الكولوروفيل ولا تجهز غزائها بنفسها ولذلك بتعيش متطفلة او مترممة على المواد العضوية البكتيريا كائنات حية صغيرة جدا لا ترى بالعين المجردة ويمكن رؤيتها بالميكروسكوب الضوئي والبكتيريا ذات الشكل العصى والقسير هي اكثر انواع الممرضة او اكثر الانواع اللي بتسبب امراض للنبات وبتمتاز بسرعة تكاثورها بالانقسام السنائي البسيط الفيتوبلازمة هي زي البكتيريا ولكن لا يسا لها جدار خلوي ولها غشاء بلازمي وهي اصغر كان حي وهي وحيتة الخلية طبعا اصغر كان حي معروف واشكالها لاما كاروي او كومسري او حلزوني او لولبي هناخد ايضا النباتات الزهرية المتطفلة والنباتات الزهرية المتطفلة هي نباتات لا تحتوي على جزور او كلوروفيل بنقول عليه تطفل كامل زي الهالوك زي اللي بتطفل على الفل والطماطم والحمول اللي بيتطفل على البرسيم والكتان او تطفل ناقص لا تحتوي على جزور ولكن تحتوي على كلوروفيل زي نبات العضار اللي بيتطفل على الزرع الشامية وقصب السكر ودي طبعا صور لمختلفة ادي اللي على يمين الشاشة معنا ده الهالوك واللي في نص الشاشة ده الحمول واللي في شمال الشاشة ده نبات العضار احنا طبعا بنستعرض في عجالة الاجزاء بتاعت المنج وحنراكز على الاجزاء المتوقع يجي فيها اسئلة في الامتحان النماتودة طبعا حيوانات ميكروسكوبية دوديت المظهر بيطلق عليها اسم الديدان الصعبانية ومعظمها بيوجد في التربة حول جزور النباتات وتؤثر تأثيرا مرضيا على نمو تلك النبات وانتاجياتها ودي طبعا صور للنماتودة ودي صور للأعراض المرضية ده نماتودة تعقد الجزور ودي نماتودة التدهور البطيء في الموالع التحالب تجمعات من خيوط نباتية بيسميها العامة بريم تحتوي على الكولوروفيل ولكن ليس لها جزور او اشباه جزور ودي طبعا اشكال مختلفة من التحالب الفيروسات عبارة عن كينات دقيقة جدا ممرضة متطفلة تطفل داخلي واجباري وليس لها تركيب خلوي بالمعنى المعروف هي بتتكون من غلاف بروتيني ودي نيه ولا تكون او ليس لها القدرة على النمو والانقسام بمفردها يمكن رؤيتها بالميكروسكوب الالكتروني وبتسبب امراض خطيرة جدا للنبات وايضا للانسان والحيوان الأشنات فطر وطحلو بيعيشوا معا معيشة تكافلية ولا تعد الأشنات من الأقسام الحقيقية للمملكة النباتية ودي طبعا صور مختلفة للأشنات المسببات الغير حية أو الغير معدية أو الغير طفائلية أو بنقول عليها الأمراض الفيسيولوجية هي تلك الأمراض التي تظهر نتيجة تأثير عامل أو أكثر من العوامل البيئية والغير ملامة طبعا والأمثلة اللي عندنا كتير جدا زي زيادة الرأي أو العطش زيادة أو نقص العناصر الغذائية العوامل الجوية زي الضوء والحرارة والرياح وغيرها وطبعا عندنا أمثلة كتير جدا من الأمراض الفيسيولوجية زي القلب الأجواف والأسود في البطاطس ولسعة السمار المانجو والسقيع وزبول الأطراف في الموالع طبعا دي أشكال مختلفة من صور للأمراض ده القلب الأجواف اللي هو نتجة عن زيادة الرأي والتسميد الأزوتي ودي لسعة السمار المانجو طبعا نتجة عن ارتفاع درجة الحرارة هننتقل أعزاء الطلبة وطلبات لجزء مهم أيضا اللي هو طرق تشخيص المرض النباتي أنا عندي نزلت المزرع أو خدت عينة وعايز أفحصها في المعمل إزاي أفحص المسببات المرضية وتعرف عليها بعدة طرق لإما المشاهدة والفحص الظاهري لو أنا عندي خبرة شخصية لإما استخدام النباتات الكشافة يعني نبات كشاف نباتات بتظهر عليها الأعراض المرض بسرعة ووضوح نتيجة حساسيتها العالية للمسبب المرضي ورد فعلها السريع وأنا باستخدمها بزرعها قبل مزرع المحصول الرئيسي لكي أكتشف هل المسبب المرضي ده موجود عندي في الطربة ولا غير موجود أيضا من ضمن الوسائل استخدام الميكروسكوب الضوئي العادي استخدام الاختبارات الكيموية استخدام الاختبارات السيرولوجية استخدام الميكروسكوب الإلكتروني وأيضا استخدام الاستشعار عن بعد واستخدام الاختبارات الحيوية المعتمدة على التكنولوجيا الحيوية والأحماض النووية اللي هو الـ D-N-E والـ R-N-E تعالوا نستعرضهم مع بعض في عجالة كده المشاهدة والفحص الظاهري استخدام النباتات الكشافة وانا قلت لكم تعرفها وتركزوا على تعرفها جامد استخدام الميكروسكوب الضوئي العادي عزل المسبب المرضي وافتراضات كوخ التشخيص باستخدام الميكروسكوب الإلكتروني طبعا ده بيستخدم في تشخيص الأمراض الفيروسية والفايتوبلازمة الاختبارات السيرولوجية الاستشعار عن بعد اختبارات التكنولوجيا الحيوية المعتمدة على الأحماض النووية هناخد بقى جزئية مهمة أيضا اللي هي انتشار الأمراض النباتية ايه هي العوامل اللي بتساعد على انتشار وانتقال المسبب المرضي من مكان مصاب إلى مكان سليم طبعا بتشمل الرياح ده طبعا أهم طرق انتشار المسببات المرضية وبتنقل بوزور الحشائش وجرسيم الفطريات الخفيفة الوزن التي تستطيع ان تنقلها الرياح بسهولة ايضا من ضمن الوسائل المياه والمياه عندنا بتنقسم ثلاث اقسام مياه الري بتنقل مرض تصمغ الموالح مياه الامطار بتنقل مرض البياض الزغبي والندوة المتأخرة في البطاطس وايضا مياه الري او قطرات الندوة بتنقل فطريات البياض الزغبي طبعا احنا بنستعرض فيه عجالة علشان الوقت بعد كده تالت حاجة عندي الحشرات بتنقل الحشرات الجرسيم على اجسامها عن طريق النقل الميكانيكي او احداث جروح عن طريق احداث فتحات في النبات بوسط الحشرات ذات اجزاء الفم الساقب الماص زي المن والزبابة البيضاء ودي من اهم انواع الحشرات اللي بتنقل الامراض الفيروسية والامراض البكتيرية ايضا دي صور مختلفة طبعا دي زبابة الفكهة ودي ديدان اللوز بتنقل العفن الجاف في اللوز والمن والزبابة البيضاء بينقلوا امراض الفيروسية زي مرض طوارد القمة في الموز التقاوي طبعا التقاوي بتشمل كل الاجزاء اللي بتستعمل في اكسار النباتات إما المسبب المرض يكون داخل التقاوي زي مرض التفاحم الساب في القمح أو موجود على التقاوي من السطح الخارجي وده زي مرض التفاحم المغطى في القمح والشعير استماد البلدي طبعا بينقل جراسيم الفطر والأجسام الحجرية وبزور الهلوك والحمول والمثال اللي عندنا مرض العفن الأبيض في البصل المخالفات النباتية طبعا هي اللي بتبقى مخالفات المحصول من موسم لآخر وبتنقل الإصابة بالمسببات المرضية زي عروش البطاطس والطماطم وبتنقل المرض الندوة المتأخرة في البطاطس والطماطم أدوات الخدمة والعملات الزراعية زي المحارات والفقوس والجرارات كل دي بتنقل الأمراض النباتية أيضا الحيوانات والطيور والإنسان طبعا حيوانات والطيور بتنقل المسبب المرضي عن طريق إحداث الجروح أو النقل الميكانيكي أو المسببات الموجودة في الرواس أو السباد البلدي بالنسبة للإنسان بينقل المسببات المرضية عند نقل التربة الملاوسة أو البزور والشتلات المصابة أو استراد أصناف جديدة مصابة النماتو ده طبعا بتنقل نقل ميكانيكي مرض خطير جدا مرض فيروسي اسمه الورقة المروحية في العنب ودي أعراض المرض موجودة على أوراق العنب ولكرات بينقل المرض مزيق التخطيط الفيروسي في القمح ودي صورة أعراض الإصابة بالمرض علاقة الأمراض بالبيئة يعني إيه علاقة الأمراض بالبيئة أعزائي الطلبة يعني إيه هي العوامل البيئية اللي بتساعد على انتشار المسبب المرضي أو العوامل البيئية اللي بتقلل من حدة الإصابة بالمسبب المرضي بتشمل عندنا عوامل كثيرة جدا الرطوبة والرطوبة نوعين رطوبة جوية ورطوبة أرضية أيضا درجة الحرارة الجوية ودرجة الحرارة الأرضية يعني ارتفاع الحرارة وانقفاض الحرارة وأيضا الخواص الطبيعية للتربة فيه طبعا من حيث القوام فيه تربة الخفيفة الصفراء بتساعد على انتشار النماتودة والتربة السقيلة بتساعد على انتشار مرض خناق القطن حمودة التربة الأمراض الفطرية بتلقيمها التربة الحامضية بينما الأمراض البكتيرية بتلقيمها التربة المتعدلة أو القلوية زي مرض الجرب العادي في البطاطس أيضا عندنا العناصر الغذائية عنصر النيتروجين بيدفع النبات إلى تكوين مجموع خضري كسيف وغض مما يسهل من إصابة النبات بيء المسبب المرضي زيادة عنصر البوتاسيوم أو الفوسفور بيؤدي إلى تقليل الإصابة بالأمراض نتيجة زيادة سمك طبقة الكيوتيكل وصلابة الجدر الخارجية للخلايا فيه طبعا أسئلة تطبيقية على الجزء اللي احنا خدنا ده لو بقولك مثلا سؤال عالل ضرورة الاعتدال في استخدام الأسمدة الأزوتية اللي هي النيتروجينية لأن السماد الأزوت بيدفع النبات إلى تكوين مجموع خضري كسيف وغض مما يسهل من إصابة النبات بالمسبب المرضي سؤال تاني يفضل إضافة سماد السوبرفسفات عند الإصابة بمرض الجرب العادي في البطاطس طبعا لأن سماد السوبرفسفات بيعمل على زيادة الحموضة وتقليل الإصابة بهذا المرض الضوء طبعا تعرفين أنه فيه مسببات مرضية بتحتاج للضوء المباشر لكي تنمو وتتكاثر زي فطريات الأصداء وغياب الضوء بيؤثر بطريقة غير مباشرة على العائل نتيجة عدم قيام وبعانية البناء الضوء وحدوث خلل في العاملات الحيوية داخل النبات في سؤال عالي بيقولك يفضل زراعة القمح بالطريقة العفير أو الطريقة البدار الإجابة لأن الطريقة العفير أو البدار بتقلل من نسبة الرطوبة في التربة وتقلل الإصابة بمرض التفاحم المغطى في القمح والشعيل سؤال آخر يفضل زراعة القطن بطريقة الرمل والمضرب هنقوله لأن ذلك بيعمل على رفع درجة الحرارة وتقليل الرطوبة مما يعمل على زيادة سرعة الانبات وظهور البدارات وتقليل الإصابة بمرض خناق القطن هننتقل لجزئية مهمة أيضا في حلقة اليوم أعزاء الطلبة والطالبات اللي هي ديناميكية المقاومة في النبات للأمراض المختلفة يعني مقاومة المقاومة دي هي صفة طبيعية من صفات النبات وظهور الصفة بيعتمد أو ظهور هذه الصفة بيعتمد على التفاعل بين العامل الوراثية اللي هي موجودة في النبات أصلا وأيضا العامل البيئية المحيطة بالنبات يعني اللي نقدر نقول نسميها العامل الخارجية والعامل الداخلية والنباتات بتنقسم إلى ثلاث أقسام رئيسية على حسب درجة قابلتها للإصابة نركز في الجزئية دي عشان ممكن ده موضع أسلة أول حاجة النباتات المنيعة هي نباتات لا تظهر عليها أعراض الإصابة إذا تعرضت لظروف ملامة لانتشار المرض النباتات المقاومة نباتات بتظهر عليها أعراض الإصابة بدرجة خفيفة لا تؤثر عليها اقتصاديا بينما النوع الثالث اللي هو النباتات القابلة للإصابة هي نباتات بتظهر عليها أعراض الإصابة بدرجة كبيرة وبتؤثر عليها اقتصاديا مثل الأقمح الهندية بتعتبر شديدة الإصابة بصدق الساق تعالوا بقى نستعرض تصنيف المقامة في النباتات عندي أنواع كثيرة جدا مقامة البادرات مقامة النباتات الكبيرة المقامة الوراثية المقامة المورفولوجية عن الشكل الخارجي المقامة الكيموية المقامة الوظيفية والمقامة الظهرية والمقامة الحقيقية بتنقسم لقسمين مقامة وفقية وأيضا مقامة رأسية اللي يهمني بقى الجزء اللي جاي ده اللي هو تقسيم المقامة على حسب طبيعة المقامة بتنقسم إلى قسمين مقامة تركيبية ومقامة كيمو حاوية وهنعرف التعريفين المقامة التركيبية هي أنسجة أو تراكيب خاصة بتوجد في النبات قبل الإصابة أو تتكون بعد الإصابة بالمسبب المرضي وتسبب مقامة النبات للأمراض بتشمل إيه بقى اللي عندي أول حاجة موعيد فتح الصغر اتساع فتحة الصغر وأيضا كفاءة فتحة الصغر ثاني جزء سمك طبقة الكيوتيكل اللي هو الطبقة الخارجية في النبات ثلاثة سمك وصلابة الجذر الخارجية لخلايا البشرة سمك طبقة الإكسودرمس وجود الخلايا الإسكالانارانشيمية زوائد البشرة والشعيرات كل ما كان فيه الأوراق محتوية على شعيرات أو زوائد كل ما كان الصنف مقاوم تكوين الأنسجة الفلينية علشان تسد الجروح تكوين التليوزات علشان وقف انتخشار المسبب المرضي داخل الأنسجة الوعية اللي هي نبيب الخشب ونبيب اللحاء تكوين طبقة الانفصال ترسيب الصموق تغميد الهيفة وموت الأنسجة وفرط الحساسية هناخد بقى جزء التاني اللي هو المقاومة الكيمو حيوية وهي مقاومة بتحدث نتيجة لوجود مركبات كيموية بس المركبات دي مين اللي أفرزها يا أولاد اللي أفرزها النبات وعلشان كده سميناها كيمو حيوية يعني فيه كائن حي هو اللي أفرزها خاصة بتكون موجودة في النبات لإما قبل الإصابة أو تتكون بعد الإصابة بالمسبب المرضي وتسبب مقاومة النبات للأمراض بتشمل عامل كثيرة جدا من ضمنها مركبات موجودة في طبقة الكيوتيكل إفراز مركبات سامة وجود مركبات سامة داخل خلايا النبات غياب بعض المركبات اللازمة للطفيل ودرجة حموضة خلايا النبات أيضا الضغط الأسموزي لخلايا النبات مركبات الفيتوالكسينات وتخليق بروتينات وإنزيمات جديدة وتكويل مركبات بتصبت عمل إنزيمات الطفيل عشرة تكويل مركبات تقاوم فعل إنزيم الطفيل حداشر التخلص من أو معادلة سموم الطفيل حساسية النبات للطفيل هننتقل بقى لجزئية مهمة في حلقة اليوم اللي هي طرق مكافحة الأمراض النباتية يبقى أنا خدت الحد دلوقتي تعريف علم أمراض النبات خدت أيضا المرض النباتي يعني إيه؟ قلنا أمراض جهازية وأمراض موضعية والأعراض المرضية والعلامات المرضية وأيضا المسببات المرضية قلنا حية وغير حية أو طفيلية وغير طفيلية وطرق انتشار هذه المسببات وطرق تشخيص هذه المسببات وأيضا علاقة الأمراض بالبيئة وخدنا ديناميكية المقامة وحناخد جزئية مهمة جدا في حلقة اليوم اللي هي طرق مكافحة الأمراض النباتية بيتم مكافحة الأمراض النباتية بالعديد من الوسائل والطرق اللي بتعتبر أساسية في المكافحة ويعندي ثلاث أهداف عامة لمكافحة الأمراض النباتية أول حاجة استبعاد المساببات المرضية أو الوقاية من المساببات المرضية أو إبادة المساببات المرضية بأنا عندي أهداف عامة لمكافحة الأمراض النباتية للاستبعاد والوقاية أو الإبادة كل الطرق دي او كل طرق المكافحة لهدف منها انتاج محاصيل جيدة وعالية الجودة من حيث الكم والجودة هناخد اول الطرق اللي هي الطرق التشريعية يعني طرق تشريعية قوانين بتصدرها الدولة بهدف منع انتقال المسبب المرضي من منطقة الى اخرى سواء داخل الدولة الوحدة او بين دولة واخرى وانا عندي الطرق دي بتشمل الحجر الزراعي وبيعتبر من اهمها زي الطرق اهداف الحجر الزراعي كثيرة جدا من ضمنها منع دخول او استراد الكائنات المسببة لامراض النبات الحذر من استراد النباتات حتى يتم التأكد من خلوها من الامراض منع دخول اي نوع من التربة الملوسة بالطفاليات المرضية وفحص ومنع دخول الحويات او الصناديق التي تحمل طفاليات ممرضة حنستعرض ايضا اهم ما يراعى عند استراد اي نباتات من الخارج يعني انا لو رايح استورد اجزاء نباتية سواء كانت في صورة اجزاء خضرية او بزور او حتى حبوب للغذاء لابد ان استورد النباتات من دول غير موجود بها اي مرض الاستراد من دول بها حجر زراعي جيد الاستراد من مصادر موصوق بها الحصول على الشهادات الرسمية والدولية من المصدر والتي تؤكد خلوة هذه الشحنة من الامراض فحص النباتات في المواني والمطارات قبل دخولها للدولة واستراد الاجزاء الاقل اصابة مثل البزور وليه البزور لانه البزور بتبقى اقل في نسبة الرطوبة وبالتالي بتبقى اقل عرضة للاصابة بالمسببات المرضية طبعا انواع الحجر الزراعي زي ما انا قلتلكم من شوية فيه نوعين حجر زراعي خارجي يعني بين الدولة والاخرى ومنه نوعين كامل وتنظيمي والحجر الزراعي الداخلي يعني داخل الدولة الوحدة والمثال اللي عندنا الحجر الزراعي الذي تم تفعيله على محافظات الواجه القبلي لمقاومة مرض العفن الابيض في البصل هناخد بقى تاني طريقة من الطرق اللي هي الطرق الزراعية طرق الزراعية يعني كل الطرق الزراعية اللي بتهدف الى تقليل الاصابة او القضاء على الطفالين في المكان وايضا في الغزاء ازالة العائل والطفال طبعا دي في حالة الامراض الفيروسية او في حالة اليأس من علاج المسبب المرضي اتباع العاملات الزراعية السليمة التشميس وطبعا قلنا التشميس بيفيد في مقامة النماتودة وتعقيم التربة تغيير درجة حموضة التربة الامة اخليها حمضية لو كان المسبب اللي عندي بكتيريا او اخليها قلوية لو كان المسبب اللي عندي فطري زراعة النباتات الصائدة اللي هي النباتات اللي بيتجمع عليها المسبب المرضي ثم اتخلص منها الامة بالحرق او بالدفن غمر التربة بالماء لمقامة المسببات المرضية وبزور الحشاش الموجودة في التربة الزراع بالاصناف المقامة هنستعرض جزئية بقى مهمة جدا ايه هي اهم التدابير والاجراءات الصحية التي تتبع لمقامة امراض النبات اول حاجة عندي اعدام النباتات المصابة اتنين اعدام مخلفات المحصول تلاتة ازالة وابادة العوائل المتبادلة اللي هو العائل التاني اللي بيكمل عليه المسبب المرضي دورة حياته في حالة غياب العائل الاساسي معالجة جروح الاشجار بعد التقليم بعد قطف المحصول لازم اعمل عملية علاج للجروح تجنب استعمال السماد البلدي الملوث نظرا لاحتواء على المسببات المرضية انتخاب تقاوي خالية من المسببات المرضية وزراع التقاوي معتمدة بشهادة رسمية تفيد خلوها من المسببات المرضية وتطهير ادوات التقليم بالديتول او بمادة البيتادين وغسيل الايدي بالماء والصابون هنستعرض ايضا الطريقة التالتة من طرق مكافحة الامراض النباتية اللي هي الطرق البيولوجية او في ناس بتسميها المقاومة البيولوجية او المقاومة الحيوية بتعتمد عليه المقاومة البيولوجية استخدام فطريات التضاد بتفيد في مقاومة عفن البزور وزبول وموت البادرات اتنين استخدام بكتيريا التضاد بتفيد في مقاومة النيماتودة زي بكتيريا البيتي مثلا اللي هي باسلس سيريونيشنسيس استخدام الفيروس البكتيري البكتيريوفاج استخدام الفطريات في مقاومة النيماتودة خمسة تغيير ظروف الطربة لكي تكون أكثر ملاءمة للنبات وأقل ملاءمة للكائنات الممرضة اللي هي المسببات المرضين تعالوا بقى نستعرض عزاء الطلبة وطلبات الطريقة الرابعة من طرق المقاومة اللي هي الطريقة الأساسية أو محور المقاومة الأساسي في الوقت الراهن اللي هي الطرق الكيموية ليه بقى الطرق الكيموية بتحتل مركز الصدارة بين باقي طرق المكافحة لثلاث أسباب أول سبب سرعة تأثيرها برش النهاردة بلاقي النتيجة مباشرة بقاء فعالياتها لفترة طويلة سهولة تنفيذها والمقاومة الكيموية استخدام المركبات الكيميائية التي يمكنها أن تقلل أو تقتل أو تمنع نمو وتجرسم التفعليات الممرضة طبعا المقاومة الكيموية بتسمى أحيانا بالمطاهرات الكيموية أو بالمبدات الكيموية تنقسم بقى المركبات الكيموية إلى قسمين مطاهرات سطحية يعني بتؤثر على المسببات الموجودة على السطح وهي بتبقى وقائية زي مركبات الكابريت أو المطاهرات الكلية أو الجهازية وطبعا دي بتصل إلى أنسجة النبات الداخلية وهي تعتبر علاجية زي المضادات الحيوية أو المبدات الجهازية طبعا أهم المركبات الكيموية التي تستخدم في مقاومة الأمراض النباتية عند مركبات الكابريت عند المركبات النحاسية عند المطاهرات الفطرية الجهازية عند المضادات الحيوية وعند الغازات والمدخنات الكيموية وعند المركبات المستخدمة في مكافحة النماتودة وهي مركبات عديدة جدا تعالوا بقى ننتقل لنقطة حديثة وطريقة جديدة من طرق مكافحة الأمراض النباتية اللي هي طرق استحساس المقاومة الطبيعية أو بنقول على تكوين المركبات الدفاعية ليه بقى احنا اتجهنا في التوسع في هذا المجال لأنه عندي المقاومة الكيموية لها أضرار كثيرة جدا من ضمنها الأسر الضار للمبدات الكيموية على صحة الإنسان وتلوث البيئة وصحة النبات والحيوان أيضا وأيضا بسبب أنه الوسائل الزراعية والبيولوجية والتشريعية غير كافية للقضاء والسيطرة على الأمراض النباتية بمفردة عشان كده بدأت أن أنا أتجه لاستحداث أو استحساس المقاومة الطبيعية في النبات طب إيه هي بقى المقاومة المستحسة وتركزوا عليها لأنه ممكن تيجي فيه سؤال من الأسئلة هي دفع النبات إلى تكوين المواد المسؤولة عن المقاومة قبل حدوث الإصابة يعني أنا لسه ما جاليش المسبب المرضي طيب لو حصل وحدث إصابة بالمسبب المرض إيه اللي يحصل النبات عنده سرعة رد فعل لمقاومة هذا المسبب المرضي نقول التعريف تاني هي دفع النبات إلى تكوين المواد المسؤولة عن المقاومة قبل حدوث الإصابة وسرعة رد الفعل عند حدوث الإصابة طيب أنواع المقاومة المستحسة نوعين مقاومة جهازية مكتسبة ومقاومة جهازية مستحسة عشان لو جالك أكمل من أنواع المقاومة المستحسة هتقوله مقاومة جهازية مكتسبة ومقاومة جهازية مستحسة هناخد بقى تطبيقات على استحساس المقاومة في النبات ممكن الأسئلة هنا تجي لك في صورة أسئلة علل يعني هيقول لك علل لما ياتي تعريض نبات القمح الشتوي للبرد الشديد أو رشب الأحماض الأمينية هتقوله لمقاومة العفان وأيضا إنما تود سؤال تاني علل معاملة نبات الطماطم بمادة البيون بيفيد في مقاومة الفطريات وفيروس تجاعد أوراق الطماطم الفيروسي هعلل رش نباتات الخيار برشح من مزرعة فطر فرتسيليم البو أتروم هتقوله لأنه بيفيد في مقاومة الفطر نفسه سؤال آخر هتقولك علل رش المجموع الخضري لنبات الخيار بمركب فوسفات سوني البوتاسيوم هتقوله لمقاومة مرض البياض الدقيقي سؤال آخر رش نبات الفول البلدي براشح من فطر بوتريتس فابا هتقوله لمقاومة مرض التبقع البني في الفول تعالوا بقى نستعرض أعزائي الطلبة والطلبات أول مسبب مرضي من المسببات اللي عندنا اللي بتسبب أمراض حية أو أمراض معادية أو أمراض طفيلية ليه النبات اللي هو الفطريات طبعا في نبزة عامة كده عن الفطريات قلناها في التعريف الأولاني عبارة عن كائنات حية دقيقة بتخلو أجسامها من مادة الكولوروفيل ولا تستطيع القيام بعملية البناء الضوئي ولا تجهز غزائها بنفسها بل تعتمد على كائنات أخرى أو تعيش متطفلة أو مترممة على المادة العضوية طبعا الفطريات زي ما هي بتسبب أمراض لها منافع هنستعرضهم في عجالة كده لها دور هام في خصوبة التربة حيث تكون بتحليل المخلفات الزراعية بتستخدم بعض أنواع الخمائر في إنتاج الكحول بتستخدم الخميرة في تخمير العجين وأيضا إنتاج فيتامينات بي وفي الأغراض الدوائية بتستخدم في صناعة الخبز بتستخدم في إنتاج الإنزيمات وحامض الستريك كل دي منافع للفطريات بتستخدم كغزاء للإنسان أو علف للحيوان طبعا غزاء للإنسان الفطر المشهور اللي هو فطر الماشروم أو عيش الغرب سبعة بتستخدم في تسويت بعض أنواع جبن زي الجبن الريكفور طبعا دي من أنواع الغالية طبعا غالية السمن بعضها بيعيش معيشة تكافلية مع جذور النباتات زي فطريات المايكورايزا بعض الفطريات بتتطفل على الحشرات الضارة مثل أنواع التي تتطفل على الزباب والجراد وبتفيد في المقافة الحيوية للحشرات الأضرار طبعا ده اللي همنا بتسبب الفطريات أمراض للنبات والإنسان والحيوان كثير من الفطريات بتؤدي إلى فساد الأغذية زي اللحوم والخضروات والفواكه ومنتجات الألبان والخبز والمربة والمخللات وبتسبب تحللها الفطريات أيضا بتسبب أضرار بالغة للأخشاب اللي بتبقى موجودة فيه الأماكن الراطبة وبتقوم بتحليل الجلود والمنسوجات والكتب المخزنة أيضا الفطريات بتسبب تلف للحبوب في المخازن أو الحبوب المخزونة الفطريات أيضا بتسبب أمراض خطيرة جدا للأسماك والحيوانات وكذلك بتصيب دودة الحرير ونحل العسل اللي هي بتؤدي إلى خسار في طائفة نحل العسل وأيضا في ددان الحرير طيب تعالوا نستعرض بقى مع بعض إيه هي المميزات العامة في الفطريات برضو المميزات العامة علشان مش تحفظه أكتر من مرة ممكن تيجيبوها من التعريف أول حاجة لا تحتوي على الكولوروفل طبعا عارفين المعلومة دي ولا تقوم بعملية البناء الضوئي بتتكون أجسامها من خيوط أو هيفات متعددة الخلايا ليس لها قدرة ذاتية على الحركة عادة لا يوجد تخصص وظيفي بين أجزاء الفطر المختلفة اللي هي ظاهرة تقسيم العمل خمسة بتمتص غذائها في صورة محالية البسيطة ستة بتختزن الفائض من الغذاء على هيئة نشح حيواني بيسمى بالجيلايكوجين أو على هيئة دهون بنستعرض مع بعض تصنيف آخر على حسب طريقة حصولها على الغذاء عندي تصنيفين اللي هي فطريات متطفلة أو فطريات مترممة الفطر المتطفل يعني بيعيش على أنسجة حية أو على كائن حي الفطر المتطفل المترمم بيعيش على مادة عضوية أو كائن ميت طيب نختار بقى أول حاجة اللي هي الفطر إجبار التطفل يعني يحصل على غذاءه من كائن حي فقط أو من أنسجة حية نباتية سواء كانت نباتية أو حيوانية زي فطريات البعض الزغب والأصدار اختيارية التطفل اختيار التطفل هي فطريات بالأساس مترممة أي تحلل المواد العضوية ولكنها تستطيع أيضا النمو متطفلة إن وجدت العائل المناسب زي فطريات الزبور الفطريات إجبارية الترمم بتعيش على المادة أو بتحصل على غذاءها من تحلل المواد العضوية فقط والميتة مثل فطريات العفن الأسود في لوز القطن الفطريات اختيارية الترمم هي أصلا بتعيش على أنسجة نباتية وبتعيش لفترة محددة ولما بتموت الأنسجة النباتية بتستمر في النمو على الأنسجة الميتة زي فطر الندوة المتأخرة في البطاطس والطمطن تعالوا بقى نستعرض تصنيف آخر اللي هو تصنيف الفطريات من حيث مدى تخصصها لعائلي في عندي نوعين فطريات غير متخصصة يعني بتصيب عوائل مختلفة زي مرض خناق القطن وفطريات متخصصة يعني بتتخصص في إصابة عائل واحد أو عدة عوائل من جنس واحد زي التفاحم اللوائي في القمح والشايل طبعا تصنيف الفطريات الفطريات بتتبع مملكة الفطريات اللي احنا بنقول عليها كين جدام فانجاي وبتشمل قسم الفطريات الهلامية أو اللازجة والنوع التاني اللي هي قسم الفطريات الحقيقية اللي احنا بنقول عليه ايو مايكوتا تعالوا نستعرض اول حاجة اللي هي الامراض اللي بتسببها الفطريات اللازجة تعالوا نستعرض الصفات العامة في عجالة بتنتمي لقسم الفطريات الهلامية جسمها الخضر عبارة عن كتلة من البروتوبلازب عديمة الجدار عشان كده قلنا عليها فطريات لازجة أو هلامية تتكاثر بتكوين جراسيم متحركة وحيدة النواة أو جراسيم ساكنة كروية الشكل بتسبب امراض للنباتات العائلة الصليبية زي مرض واحد اللي هناخده اللي هو ورم الجزر الصولاجاني في العائلة الصليبية ومرض الجرب المسحوقي في البطاطس والطماطئ هناخد اول مرض عندنا اللي هي الامراض اللي بتسببها الفطريات اللازجة اللي هي مرض ورم الجزر الصولاجاني في العائلة الصليبية طبعا المسبب فطر الاعراض انتوا مفروض كلكوا تكونوا عارفينها اصفرار الاوراق وزبلها خاصة على انتفاع درجة الحرارة ظهور انتفاخات كروية او مغزالية الشكل بتشبه السولجان على الجزور وكواعد السقان وتضخم الجزور الجانبية وبتظهر كاصابع اليد اللي احنا بنقول عليه التصابع اربعة موت النبات وتقزمه نتيجة تلف الاستوانة الوعائية طبعا دي صور مختلفة لاعراض المرض هناخد ايضا المرض ده كيفية حدوثه بيحدث عند تحرر الجراسيم بعد تحلل الجزور في الطربة وطرق انتشار المرض الماء الرئي والسماد البلدي والطربة الملوسة والشتلات الملوسة وانا بعمل مكافحة لازم اعمل عكس كل هذه الطرق الانتشار هناخد مع بعض الظروف الملامة انخفاض الحرارة ارتفاع الرطوبة وارتفاع الحموضة ايضا نستعرض مع بعض البكافحة انتاج شتلات في طربة غير ملوسة يعني استعمال شتلات سليمة عدم استعمال سماد بلدي ملوس تعقيم الطربة بالفرمالين او بروميد الميسايل اضافة الجيل المطفي للطربة الحموضية لتحويلها الى طربة متعادلة او قلوية لا تلائم الفطر واتباع دورة زراعية مناسبة وزراعة اصناف مقاومة تعالوا بقى نستعرض النوع التاني من الامراض اللي هي الامراض اللي بتسببها الفطريات البيضية طبعا الفطريات البيضية بتتكاثر جنسيا بالجراسيم البيضية يعني باسم اللي هي الفطر الميسيليم فيها بيكون غير مقسم ومتعدد الانوية وبتتكاثر لا جنسيا بتكوين الجراسيم الاسبورانجية دي الصفات العامة للفطريات البيضية طبعا دي صورة بتبين لك الجرسومة البيضية وازاي بتتكون طبعا هناخد اول مرض بتسببه الفطريات البيضية اللي هي مرض موت البيضية احنا بنستعرضه في عجالة علشان مفروض احنا درسنا الحاجات دي قبل كده المسبب فطر والاعراض موت البيضية قبل زورها فوق سطح التربة او بعد انباتها فوق سطح التربة قلة عدد الشتلات طبعا من طرق المكافحة زراعة اصناف مقاومة معاملة البوزور بالمطاهرات الفطرية زراعة اصناف مقامة اعزائي طلبة تكتبوه في كل الامراض حتى لو مش كان موجود عندهم معاملة البوزور بالمطاهرات الفطرية المختلفة طبقا لتوصيات وزارة الزراعة دي طبعا برضو تكتبها في اي مسبب فطري الاعتدال في الري ومنع التزاهم الشديد بين البادرات زراعة بوزور نباتات الزينة في مواجير بها تربة خلية من الفطر او تعقم بمحلول الفرمالين 5% قبل الزراعة باسبوعين المرض اللي بعد كده مرض تصمغ الموالح ده بعن المسبب فطره بينتشر في الوجه البحري والعراض تعفن القلف الشجرة قرب سطح التربة ويكون التعفن مصحوب بفرزات سمغية او التعفن تحت سطح التربة اصفرار الاوراق وجفاف اطراف الافرع وجود عفن بني على سمار المصابة كم عندي صور للمرض المكافحة استعمال اصول مقاومة زي النارينج يجب ان يكون منطقة الطعم مرتفع عن سطح التربة بمسافة تقيلة عن 30 سنتي العناية بالري والصرف الزراعة على مسافات واسعة وتجنب احداث جروح او خدوش عدم ملامسة ماء رأي لجزوع الاشجار ويفضل الزراعة على مصاطب او بواكي والعلاج طبعا ازالة الجزء المصاب مع جزء من القلف السليم وبيتم ده ببسط سكين حاد ثم الديهان بعجينة بردوه المرض الثالث اللي معنا اللي هو الندوة المتاخرة في البطاطس والطماطم المسبب فطر بيضي والاعراض بقع مائية على الاوراق بتكبر ونمو زغبي على السطح السفلي للورقة موت النبات في حالة الاصابة الشديدة وصغر حجم السمار مع وجود عفن بني بها الاعراض على المصادر العدوى بقايا نباتات الجراسيم الموجودة في الهواء او مياه الرأي طبعا خدناها قبل كده الملامسة بين البادرات او الدرانات المصابة والسليمة في المخزن وزراعة درانات مصابة الظروف الملامة جو البارد الراطب والاراضي السقيلة طبعا على الطماطم برضو نفس الاعراض ومتشابهة وطرق انتشار المرض ايضا متشابهة عناخد المكافحة اتباع دورة زراعية يراعى فيها عدم تعاقب زراعة البطاطس والطماطم في نفس الحقل تخلص من مصادر العدوى كالعروش لان بها الجراسيم البيضية ممكن يجيلك سواء العلل العناية بخدمة المحصول وتسميد وتسميد متوازن الرأش باحد المطهرات الفطرية الموصب استعمالها من قبل وزارة الزراعة وناخد اخر حاجة في حلقة اليوم اللي هو امراض البيض الزغبي الميسيلم بغير مقاسم اجبارية التطفل داخلية والاصابة عن طريق الصغور وبتتكاصر لها جنسيا بالجراسيم الاسبرانجية وجنسيا بالجراسيم البيضية البيض الزغبي اعراض الاصابة بقع صفراء على السطح العلوي وقابلها نموات زغبية على السطح السفلي جفاف السمار الصغيرة وتشوه السمار الكبيرة دي طبعا اعراض المرض على العنب والمسبب فطر بيضي والظروف الملامة لانتشار المرض اللي هو رطوبة العالية ودرجة الحرارة المنخفضة المكافحة جامع الاوراق المتساقطة وعدامها تقليم الافرع المصابة وعدامها وراشب احد المطهرات الفطرية الموصب استعمالها من قبل وزارة الزراعة بكده عزائي الطلبة والطلبات نكون استعرضنا مع بعض معظم ابواب المنهج في الترمي الاول وان شاء الله في الحلقة المقبلة هنستعرض بقية المنهج في الحلقة المقبلة باذن الله بكده عزائي الطلبة والطلبات نكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم كان معكم من التلفزيون المصري دكتور ويل شلال على امل ان التقي بكم في حلقات مقبلة باذن الله نشكركم ونحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته